خلال مرض زياد أخفيت عن أهلك قبل ما تتزوجوا وأيضا خلال مرض يمكن في كتير ناس أصدقائك عرفوا أنك أنت مريضة ويمكن أنك راح تسافر تتعالج بس ما خبرت أهلك ضغرا يعني دايما بتحميهم يعني لا ما يتضايقوا شو أصعب شي ما رأت فيه بمرحلة مرضيك يعني إذا أنت هلأ طلعت وتخطيت ولي بيقرأ الكتاب عن جد بقوة أكتر ما هو بيضايق شو هيك أصعب مرحلة أو أصعب لحظة أو أكتر مرة يمكن حسيت بيضاعف فيها خلال فترة مرضيك وقت سفرت وقت ظهرت من بيتي وراح على أمريكا مش عارف شو نطرني طلعت طلعت هيك على البيت أنا وعم فيل منه صرت حس أن الفطاة أهم مني السجدي أهم مني الورقة الألم كل شيء أهم مني كل شيء باقي وأنا حسيت حالي أني أنا فيني وأصعب شيء علي كان أنه تليفون أمي وبيي كأنه قلبه نحسن أنه ما صدقوا أنه أنا رايحة دورة على أمريكا وأنه عندي أنه رايحة عندي دورة بعثني شيخ دورة ما كان قلبه نحسن أنه كانت بني شيء وبفترتها كانوا عارفوني كنت عابل الفصات حتى يعني صوت صوت أمي ضل مرفقني بكل سفرتي وأنا بس كون برة هيك كون كتير مدبرسي وزعليني وفائدي لكل شيء لشغلي وعائلتي وأهلي ما معهم خبر حياتي كلا وبدي صبت حالي كل يوم حتى طل أنه يشوفوني سكايب أو فيستايم حتى روؤون أصعب شيء كنت هيكي بس بس انقهري كتير أحط غنيت كيف حالهم كيف رحبا يتنو أبكي حتى نحضلها بتبكيني أو مثلا غنيت وردة أيام بس كون هيك كتير مدبرسي حتى أبكي 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 كل حالي أهدا باكر من هيك خلاص خلينا نرجع على على تضحك ما نقصن العالم مقاسي اشتركوا في القناة